بسم الله على صلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيبية السلام عليكم بسم الله على صلي وسلم على سيدنا ومحمد حبيبية السلام عليكم تتمنى تكونوا في الف khair وصحة وعافية يا رب حبيبتي الغليات سأخذي نحط لكم البرنامج ديال رمضان البرنامج ديني كما عرفت قناة تنظيم البيت التدبير المصروف دائما تقدم قبل رمضان نصائح دينية تخص رمضان هذه هي اللي نركز عليها قبل كل شهر رمضان إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب اللهم فرج أهم كل المسلمين اللهم فرح كل مسلم ومسلمة اللهم أرحم كل مسلم ومسلمة اللهم أهدينا وهدي علينا اللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أرحم الرحيم حبيبتي الغليات أهم شي حاجة في هذا الشهر الكريم هي ركزوا على الأمور الدينية قبل كل شي ونرتبوا ونصابوا لها برنامج دياله تايا من بعد نمشو للأمور الثانية اللي هي الطعام، تنظيف البيت، تحضير كل شيء كما عرفتوا أنا عندي مسجد في البيت اللي هو مسجد للصلاة غرفة خاصة للصلاة في بيتي شفتوها وريت لكم في رمضان الفيت كل رمضان قبل رمضان كان ننظفها وننطقي هذه السجادة ديالها ونحط كل رمضان كان زي بيتي يعني ما كلاش غا نحط لكم فيديو هاد السنة عرفتوا وغادي نحط لكم الروابط ديال تزيين البيت وديال شنون نحطر كل رمضان كانت تسابح جداد دهما المسبحة وسجدات الصلاة وكتب دينية اللوحة عندي كانت عندي اللوحة اللي كان كتبوها عرفتوا ذلك القديمة ده بعت عندي لوحة كان كتبوها بالقلم كل هاد الأشياء أنا أولادي ما بقوش صغر يعني ما بقوش صغر باش يبقلسوا يقطعوا هاداك يعني كان عندي هاداك شنقاد كان نرجعوه كان نحطوه في رمضان كان نخرجوه كان زيين البيت وخولي ذاتي ماشي صغر لكن انا كان بغي نغير بيتي نخليه لرمضان يعني فرمضان يكون غير هاد الشهر الجاي ان شاء الله اللي هو شهر خمسة يوم ١١١ وشهر خمسة رمضان ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفاقدين يا رب احنا وانتمو المسلمين كان زيينو بيتنا انا راوريتكم هنحط لكم الروابط في صندوق الوصف فهنا غدي نعطيكم واحد البرنامج مجدبة ديال الصلاة وكم العادة غدي نحط لكم الصور اللي بغي يطبعهم في الفيسبوك صفحتي على الفيسبوك نتمنى يعجبكم حبيباتي واني بيكم حبيباتي الغاليات هاد البرنامج ديالرمضان ٢١١٨ هو جدول الاعمال اليومية من يوم ١١ حتى العشرة يعني من يوم ١١ في الشهر حتى اليوم ١١ في الشهر غدي نمشو هاكا وبدو ارجع انتو مديروا عشر يام الثانية وعشر يام الأخيرة في رمضان طبعا كان نضيفه كل واحد يحط هنا الأعمال حسب الأشغال دياله وحسب استطاعته في هاد الواجبات إلا الصلاة طبعا ما كتختلف عند أي مسلم والشفع والوتر والتسبيح وقراءة القرآن هنا قراءة القرآن حسب كل شخص والاستطاعة دياله والتوقيت دياله لكن نحاولو هاد الشهر نخلوه يعني السيدات البيت ربات البيوت الموظفات حضروا تحضيرات رمضان قبل ليش؟ باش تستغلوا هاد الشهر للعبادة حبيباتي غاليات هنا اه كان حطوه نكتب انتو ما كتشوفوه تقدروكين ما قلت طبعوه الأعمال اليومية من يوم ١٠ جوج ٣٤ ٤٤٦ ستة سبعة ٨٩ ١٩ وانتو ما ترجعوه تحطوه نفس يعني هذي عشر تيام لعشر تيام الثانية دائما عشرة ثلاثه ثلاثين يوم عنا اه ركعتين قبل صلاة الفجر كلكم عارفين لله كين النوافل او اللي كنقول لها الرواتب قبل صلاه الفجر كنصلوا ركعتين او ه٤ ركعتين او اربعة ركعتين حسب كل واحد المهم جوج ركعتين عن بعد صلاة الفجرة من بعد كي انا عنا اذكار الصباح نديرو نقولوا اذكار الصباح من بعد الاستغفار مئة مرة مئتين مرات حسب كل واحد المهم هنا حاولوا وحطيت لكم نجمة أمام هذا الصر يعني يوم تكملي واحد اثنين ثلاثة يعني حتى العشرة أيام حطي نجمة يعني كملتي للسيدات طبعا ماشي كل سيدة تقدر تقرأ القرآن كامل في الشهر ولا تصلي الصلاة كامل في الشهر يعني السيدات الصغيرات يعني ما عندهم السن الياس لهذا هنا هذه البرنامج يخليك تعرفي الأيام اللي انت فطرتي فيها رمضان والأيام اللي يسالك فيها الدين لهذا حبيبتي من بعد ما نديروا الاستغفار مئة مرة أو حسب استطاعتنا نقرأ القرآن حتى الشرق صلاة الضحى والاستغفار مئة مرة هذه عشرة أيام يعني هذا اليوم الأول يعني بعد الفجر حتى الصلاة الضحى الجدول الثاني هو ديال صلاة الظهر العمال اليومية صلاة الظهر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر الاستغفار مئة مرة وقراءة القرآن يعني حسب استطاعت كل واحد في قراءة القرآن شحل من صورة شحل من آية حسب الاستطاعة دياله والشغل دياله والموظفين طبعا اللي يقرأ اللي عنده الويدات صغر ولكن هذا الشهر نستغلوه 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 لهذه الأعمال الأعمال لكل مسلم هذا الشهر خاص يكون أكثر نقرأ في القرآن أكثر ونصلوا فيه النوافل أكثر ونستغفرو فيه أكثر ونسبحوا فيه أكثر حبيبات طبعا نهاية الأعشرة أيام في صلاة الفجر كل يوم نحطه صحيح 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 في النهاية نحطه نجمة أو يعني هذا تشجيع لنا وحتلوا اللي يدات نمشوا معنا وأنا غير نصاب بكم واحد جدول خاص للأطفال الصغر إن شاء الله نجو حبيباتي الجدول صلاة العصر الأعشرة أيام الأعمال اليومية الأيام أمامها من بعد نجو صلاة العصر أذكار المساء الاستغفار مئة مرة قراءة القرآن كما يعني نفس الأيام والنجمة كل يوم نحطه صحيح يوم واحد يوم ثنين يوم ثلاثة حتى نكملوه العشرة أيام إن شاء الله هنا عندنا جدول صلاة المغرب أو المغرب نجو حبيباتي عندنا الأعمال اليومية لأيام قدامها قراءة القرآن قبل أذان المغرب الدعاء قطع الصيام بتمر وكاس من الماء طبعا ننتظروا لها دقيقة أو دقيقتين بعد صلاة المغرب زائد ركعتان بعدها الاستغفار مئة مرة ومن بعد نمشوا ونجلسوا على مائدة الإفطار سواء في بيتنا أو معزومين معروضين نجو حبيباتي الجدول الأعمال اليومية من يوم واحد إلى يوم عشرة هو العشرة صلاة العشرة الأعمال اليومية الأيام قدامها يعني كل يوم نحطه علامة صح اللي صلينا فيه وقرينا فيه صلاة العشرة زائد ركعتان بعدها يعني بعد صلاة العشرة نصلوا ركعتان اللي هم الرواتب أو النوافل من بعد حبيباتي نصل الاستغفار مئة مرة من بعد صلاة التراويح من بعد طبعا صلاة التراويح في المسجد واللي ما قدت صليها في بيتها الاستغفار مئة مرة قراءة صورة الملك أو قراءة القرآن حبيباتي الجدول السادس نحطه جدول الأعمال إضافية حسب كل واحد وحده استطاعتها أو استطاعته في هذا الشهر العظيم نكثروا من الصداقات نكثروا من صلة الرحيم نكثروا من زيارات المرضى نكثروا من الاستغفار سبحان الله لا إلهي لله الحمد لله الله أكبر مئة مرة مئتين مرة ثلثم مرة ألف مرة ألفين مرة حسب كل واحده استطاعته قراءة كتب مفيدة مشاهدة برامج مفيدة يعني بلاصة المسلسلات والأغاني طبعا ما غديش نسمعوا الأغاني في هذا الشهر ولا نحاولوا نتفرجوا أو نشاهدوا برامج مفيدة اللي غدي نستفادوا منها ويريت يريت جلسوا معكم الوليدات تحيدوا لهم الانترنت وتخلوهم يتفرجوا سواء على الانترنت أو في التلفاز برامج مفيدة أو تحطوا أشياء مفيدة عندكم في اسبي وتحطوها في الجهاز وتحيدوا الانترنت وتسمعوا هذلك البرامج انتموا الوليدات ديالكم وتكون برامج مفيدة يعني تناقشوها انتم ووليداتكم طبعا نقاش هادي ومفيد مشي بصراخ مع الوليداتنا ولا شيء ولكن نحاولوا نجلسوا مع الوليداتنا أو نخرجوا نحن وليداتنا نهزوا تسبيح نحن وليداتنا ونخرجوا نوع من الرياضة وفي نفس الوقت تأمل ونسولوا ليداتنا شوف السماء شنو كتشوف كل هالصنع الله سبحانه وتعالى شوف هذ العصافير الله خلقهم بحلش سبحان الله وهكذا يعني نخلوا ليداتنا يتأملوا حبيبتي هذا البرنامج هذا الأخير ديال الأعمال الإضافية كل وحدة وكل واحد على حسب استطاعته ويغير فيه كما بغيرهما هو مزيان تسجلوه وتحطوه عندكم تحطوه في مذكرة أو كل صلاة أو بعد ما تنتهي مثلا صلاة الصبح تحطو البرنامج اللي بعدو باين لكل أفراد الأسرة باش يتبعوه كل واحد يريد تطبعو كل واحد كل فرط من الأسرة وتحطوه اسمه عليه باش كل واحد يسجل واش دار هذه الأشياء كاملة ولا لا وهل هو يعني يحط عنده نجمة ولا لا وطبعا هادشي مشيرياء هادشي حنا وليداتنا لله سبحانه وتعالى خالص بكل خشو حبيبتي نتمنى لكم رمضان الجاي إن شاء الله يكون يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة والخيرات وغفران الذنوب واني بيكم رأي نحبكم كاملين رغا نصابكم إن شاء الله برنامج لوليدات الصعب